بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أخوتي أخواتي أيها المشاهدون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته طبعا وصلنا في أواخر الحلقة الماضية الحلقة الماضية وصلنا إلى المنزل الثاني من منازل الآخرة وهو عالم البرزخ طبعا عالم البرزخ من أشد العوالم على الإنسان حقيقة ومن أصعب العوالم على الإنسان ليش؟ لأنها لحظة فراق الإنسان وانقطاعه عن أهله بشكل كامل ولا يزور أهله إلا لفترة معينة عالم البرزخ كما ذكرنا مولانا البرزخ عن الفاصل وهو عالم يأتي بعد عالم الدنيا والآية الكريمة تبين ذلك في سورة المؤمنون يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون من وراء عالم الدنيا برزخ إلى يوم يبعثون يعني الفاصل بين الدنيا وبين القيامة هو عالم البرزخ أهله نصير مولانا عالم البرزخ أجى رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال لي بنا رسول الله أين عالم البرزخ ما؟ قال الإمام قل أخوف ما أخاف عليكم من عالم البرزخ قل أين البرزخ قل البرزخ والقبر القبر هذا القبر شايف هذه الملحوذة الصغيرة الذي يضع الإنسان فيها هذا المكان الضيق الموحش المؤلم هذا مولاي يسمى عالم البرزخ عالم البرزخ وقت انقطاع الإنسان وانقطاع العبد عن أهله وعن الدنيا ولا يزور أهله إلا في أوقات معينة إذا كان من المؤمنين إذا كان مؤمن خير بس ليالة جمعة يزور أهله إذا كان عنده ذنوبه معاصي يزور أهله مولانا لا بالشهر مرة والبعض بالسنة مرة والبعض يحبس في عالم البرزخ لا يعطى هذا المجال لكي يزور أهله ما يقدر يزور أهله ليش يحبس لذنوبه ومعاصي فكلما كان الإنسان مؤمنا طيبا طاهرا يزور أهله في ليلة الجمعة يقول رسول الله صلى الله عليه ورسلم اذكروا أمواتكم في ليلة الجمعة فإنها تحضر على جدران بيوتكم وتنتظر من أهلها الثواب والأجر ليلة الجمعة بس قلت لك على قدر الأجر والثواب يعني البعض عنده مولانا عنده ذنوبه معاصي يحبس في عالم البرزخة لا يمهل يعني أنت ليش تروح بعيد هذا عندنا واحد اسمه الداراني الشيخ الداراني هذا الشيخ الداراني توعد هو مع طالب الله عنده طالب من طلابه قل له أنت إن متت أنا قبلك إذا أنا متت قبلك تأتي في منامي فتخبروني ماذا جرى عليك وإذا أنت أيها الطالب متت قبلي تأتي في منامي وتخبروني لو أنا أجي في منامك لو أنت تجي في منامي في الأسبوع الأول من الممات خوش حشي قلب خلص وعد بين الطالب وبين الأستاذ مرت أيام وليالي وإذا مات الأستاذ الشيخ الداراني ينسب إلى منطقة دارية دارية في سوريا واضح مولانا مات مؤمن لما مات الطالب انتظر يوم يومين أسبوع شهر شهرين ما أجي وإذا 12 شهر مولانا من بعد سنة كاملة الشيخ جاء في منام الطالب قال له شيخنا قال له بلى قال له الوعد أنك تلتقي معي وتأتي في منامي في الأسبوع الأول قال له صحيح لكني حبست في عالم البرزخ بالقبر حبسوني قال له ليش قال له هاي سمح هاي مهم قال له في يوم من الأيام خرجت من مقبرة باب الصغير مقبرة باب الصغير موجودة في سوريا اسمنا مقبرة باب الصغير أو مقبرة الهواشم أو مقبرة بني هاشم مولانا زين اللي بيها مولانا أو الفاطميات بيها قبر السيدة فاطمة بنت الحسين عبدالله مولانا ابن الإمام الصادق عليه السلام زوجات النبي أم سلمة وأم حبيبة أم كرثوم أخت الحسين سكينة بنت الحسين عليه السلام أو سكينة بنت الحسين بيه مقام الرؤوس بيه قبر بلالة الحبشي بيه قبر جعفر الطيار عبدالله بن جعفر الطيار وبيه مولانا قبور كثيرة يعني فضة خادمة الزهراء في هذه المقبرة يقول أنا طلعت من المقبرة ضروسي أسناني بهن ألم كان بهن ألم يقول فشفت لي خارج المقبرة حملة بعير من الشيح الشيح نوع من العود عود هذا العود ناعم يخلل بيه أسناني ينظف بيه دروسي يقول فنظرت إلى صاحبة خلي سمعني مولانا سمعوني يقول نظرت يمين والشمال أدور على صاحب الشيح صاحب الخشب وين يقول ما لقيته دورت يمين الشمال ماكو يقول عجزت قلت هو عود الله ما يحاسبني علي وكي الصاحبة راح يمهلني فخذيت لي عود خشب عود هالكبرة صغير مولانا عود خشب أخلل بيه أسناني يقول أخذته عوداً واحد من غير إذن صاحبة الله حبسني في عالم البرزخ لسنة كاملة لأني أخذته عوداً من غير إذن صاحبة عود واحد يا ماخشب كلا ومولانا ويا مابيوت باقة ومولاي ويا أموال يتامة ويا أموال أرامل ويا ماء هذا الفساد وهذا الفسق والفجور هذا اش قد يطول مولانا اش قد يحبس في عالم البرزخ هذا ما يخاف من الله هذا عود واحد وحبسوه في عالم البرزخ سنة شاذا كلي يعمل الحرام طبعاً أنا ضيفة كم علم مولانا بشرطها وشروطها هذا كان عالم الشيخ الداراني كان عالم دين يعرف الحلال والحرام طبعاً حسابه أشت وحسابه أدق وأطول ووضع مولانا الإنسان يحاسب على قدر علمه ودرايته وفهمه ودركه يحاسب الإنسان الجاهل لا يحاسب كالإنسان العالم أهل الدين والعلم لا حسابهم أشد عند الله سبحانه وتعالى لأن هذا يعرف ما يعمل الشيخ الداراني كان يعلم ويعرف ماذا يعمل وما هو الحساب والكتاب والحمولانا ولهذا الله سبحانه وتعالى يشد عليه الحساب أكثر إذن الأموات في ليالي الجمعة يزورون أهلهم ولهذا نحن عندنا من الأعمال في ليلة الجمعة ليلة الجمعة لها آداب لها أعمال من أعمال ليلة الجمعة هو ذكر الأموات في ليلة الجمعة يستحب ذكر الأموات في ليلة الجمعة ليش؟ لأن الأموات تحضر على جدران بيوت أهلها وتنتظر من أهلها الثواب خلق رالك أنا كم رواية يقول النبي صلى الله عليه ورسلم كلش رواية أعجبتني حقيقة ومؤلمة جدا جدا مؤلمة بس انتبه لبارك الله فيك في جامع الأخبار عن بعض الصحابة يدقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أهدوا لأمواتكم فقلنا يا رسول الله وما هدية الأموات الميت يحتاج هدية شنو هدية الأموات فقال النبي الصدقة والدعاء اسمعني إخواني الصدقة والدعاء تدفع صدقة عن الميت دعاء عن الميت وقال أن أرواح المؤمنين تأتي كل جمعة إلى السماء الدنيا كل جمعة تأتي إلى سمائل الدنيا بحذاء دورهم وبيوتهم ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكين شي صحوا المولانا يا أهلي يا أهلي ويا ولدي ويا أبي ويا أمي وأقربائي اعطفوا علينا يرحمكم الله بالذي كان في أيدينا شيء اللي كان في أيدينا أعطفوا علينا به والويل والحساب علينا والمنفعة لغيرنا وينادي كل واحد منهم إلى أقربائه أعطفوا علينا بدرهم برغيف أو بكسوة يكسكم الله من لباس الجنة ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكينا فلم يستطع النبي أن يتكلم من كثرة بكائه لأن ذكر الأموات بكى رسول الله ثم قال أولئك إخوانكم اسمعوني أولئك إخوانكم في الدين فصاروا ترابا رميما بعد السرور والنعيم الله أكبر فينادون بالويل والثبور على أنفسهم يقولوا يا ويلنا لو أنفقنا ما في أيدينا في طاعة لله ورضائه ما كنا نحتاج إليكم فيرجعون بحسرة وندامه الله أكبر هذا الميت الميحص المولانا ثواب أجر يقول رسول الله فيرجعون بحسرة وندامه وينادون أسرعوا صدقة الأموات أسرعوا صدقة الأموات تصدقوا على أمواتكم الإنسان يتصدق قبل مماته قبل مماته يتصدق في سبيل الله ولله يتصدق لأن الصدقة هذه التي تنفعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل غني عند بساتين أو عند زروع وعند أثمار وعند نخيل كتب بالوصية من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية كتب بالوصية يا رسول الله أن هذا النخيل بأجمعه إذا حان حصاده وثمره هذا وزع الثمر والتمر بأجمعه على الفقراء بثوابي عند نخل كثيرة مات الرجل لما مات أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حان ثمر النخيل والتمر كان مسور بسور بحائط فتح هنا فتح باب هنا فتح باب كل خمس متار فتح لباب فتح أبواب وجعل الفقراء أهل المدينة جعل أهل المدينة أن يدخلوا إلى البستان قالهم كل ما تريدوا ظلوا يأكلون هذا يكتع مولانا عثق وذاك يأخذ كذا وهذا يأخذ تمر وذاك يأخذ رطة أبواب إلى أن خل البستان كله كله خله كله راح تصدق رسول الله بهذا النخيل وبهذا الثمر في ثوابي صاحبه كان يمشي النبي بالبستان فمر على رطبة حشف إحنا نقله جافة يابسة تمر يابسة يقول أخذها رسول الله التفت إلى أصحابه قالهم يا أصحابي لو أن هذا الرجل تصدق بهذه التمر شوف تمر وحده لو أن هذا الرجل تصدق بهذه التمر في حياته كان أفضل له وأثوب له مما تصدق بهذا التمر بأجمعه بعد وفاته بعد حياته هذا كله ما يفيد يفيد بس ما يفيد بقدر ما أنت حي وتعمل اعمل اعمل لدنياك اعمل لدنياك وعمل لآخرتك الإنسان يخلي توازن بين الدنيا وبين الآخر الدنيا مزرعة الآخرة أضعاف مضاعفة تحسب لك مولانا العزيز هذا حبيبي فالأموات يحتاجون إلى الصدقة يحتاجون إلى الثواب الآن خلأ نقل لك بعد رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفس الكتاب جامع الأخبار يقول ما تصدقت لميت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما تصدقت لميت فيأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوءها يبلغ سبع سماوات ثم يقوم على شفير الخندق يعني على شفير القبر ثم يقوم على شفير الخندق فينادي السلام عليكم يا أهل القبور أهلكم أهدوا إليكم بهذه الهدية فيأخذها الميت ويدخل بها في قبره فتوسع عليه مضاجعه يعني القبر يشير واسع عليه بسبب هذه الصدقة فتوسع عليه مضاجعه ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا من عطف لميت بصدقة فلغوا عند الله من الآجر ويكون يوم القيامة في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل العرش وأحيا ميتا هنيئا لميت يعني بقدر إخواني بقدر جاءبوني ولا أنا بقدر ما الميت يحصل من الأجر والثواب الذي يتصدق والعامل للأجر والثواب يحصل على أضعاف مضاعفة من الأجر والثواب يعني بالمقابل كما أن الميت حصل ثواب وأجر هذا الذي يتصدق هذا الذي يعطي مولانا أيضا له أضعاف مضاعفة من الأجر ومن الثواب يعني مو خالي مو أنه أنا أصلي ركعتين مورانا للميت كل الثواب إلى الميت أنا ما أحصر شي لا طبعا أنت تحصل أكثر من الميت أنا أعطي صدقاء الميت يحصل وأنا أحصل أكثر من الميت واضح مورانا فزيارة القبور وبالأخص زيارة القبور قبور الأهل قبور الوالدين وذكروا الأموات يذكرهم دائما يذكر أمواته يذكر والديه بالذات لكي يكون بارا يقول الإمام الصادق عليه السلام الرجل يموت الرجل يموت أبواه وهو عاق لهما أمه وأبوه يموتون هو عاق لهما لكن بعد الممات يذكرهما يقضي عنهما دينهما صلاتهما صيامهما فيكون بارا لهما إذا صلى عنهم إذا صام عنهم إذا زار قبورهم مولانا إذا أدى الديون الواجبات اللي عليهم مولانا يكون بارا حتى لو بعد بعد الممات في حياته ما كان عاق لكن بعد الحياة إذا عمل هذه الأعمال يكون بارا لوالديه واضح مولانا هذا بالنسبة إلى زيارة القبور مولانا الأجر يكون قسيم بين الميت وبين العامل أنا أقرأ لك رواية ثلاثة إن شاء الله وأسألكم الدعاء يقول الإمام الصادق يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء يدخلنا عليه ويكتب أجره للذي يفعله وللميت هذه مو فقط مولانا فقط للميت هم للميت وهم الذي يفعل هذا العمل واضح مولانا اتهم تحصل ثواب بعد مولانا العزيز رواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الإمام من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره أي صار مضاعفا ونفع الله به الميت يعني أنت الذي تعمل وتفعل لهذا الميت أنت تحصل أضعاف مضاعف أكثر من الميت الميت هم يحصل مولانا وهذا حبيبي رواية ثانية أنا أعطيك زيان عن الإمام الصادق عليه السلام إذا تصدق الرجل بنية الميت أمر الله جبرايل أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبره ويقولون السلام عليك يا ولي الله هذه هدية فلان ابن فلان إليك فيتلألأ قبره وأعطاه الله ألف مدينة في الجنة وزوجه ألف حوراء وألبسه ألف حلة وقضى له ألف حاجة يعني ألف حاجة أستطيع حتى أن يشفع لأهله وأقاربه ويشفع لما يريد ولمن يريد واضح مولانا؟ فإذن هذا إذا تصدق الرجل بنية الميت بالإضافة هو يحص الأجر الميت سبعين ألف ملك من الملائكة يدخلون عليه وبيدهم أطباق من النور أطباق من النور يمتلع القبر نور يتوسع القبر مولانا ترفع عنه الوحشة زيان ويمطي ألف مدينة في الجنة ويزوجه ألف حور العين مولانا إلى آخر إذن هذه أعمال تفيد الإنسان في عالم البرزخ وأكثر ما يفيد الإنسان في عالم البرزخ الولد الصالح الولد الصالح ريحان من رياحين الجنة الولد الصالح يفيد الإنسان في قبره عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه عيسى بن مريم يقول مررت على مقبرة رأى على المقبر سواد شاف تراب القبر أسود أشار إلى القبر قال قم بإذن الله الذي يحي العظام وهي رميم قام الميت من قبره وقبره يشتعل ناره لهيب جحيم عذاب في عذاب في جحيم في نار في حميم قل له أخسع فيها أرجع رجع الميت إلى قبره يعذب يقول مرت سنة قابل بعد قابل بعد قابل يعني بعد سنة بعد قابل عيسى بن مريم عليه السلام مر على نفس القبر شاف السواد التي على القبر مرفوعة ما موجودة قال قم بإذن الله الذي يحي العظام وهي رميم نفس القبر قام الميت من قبره ووجهه يتلألأ نورا ولم يكن في قبره أثر من آثار العذاب قال أنا في السنة الماضية مررت عليك رأيتك في عذاب وجحيم والآن أنت في نعيم عذاب ما موجود ما الدليل؟ قال يا نبي الله إن الله قد رزقني في حياتي ولدا صالحاً وقد أدى من الواجبات ما أدى هذا عمل أعمال الله رفع عني العذاب ماذا عمل؟ قال له أصلح طريقاً طريق الناس خربان أصلحه وآوى يتيماً فترحمت الناس علي بسبب ولدي الله رفع العذاب مني بسبب ولدي الصالح ورحمت الناس علي بسبب ولدي الصالح إن شاء الله نوافيكم في الحلقة الآتية إن شاء الله بكلام مفصل أكثر عن عالم البرزخ إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة